موسيقى المشهر الرياضية أهلا بكم انتصار فلسطيني على إسرائيل بطابع رياضي الفدائي تفوق على منتخب الاحتلال في تصنيف الفيفا أمر وصفه الفلسطينيون بأنه انتصار على الاحتلال ومعوقاته المفروضة عليهم تسع سنوات من الجهد والتدريب قفز الفدائي الفلسطيني خلالها من المركز 179 إلى 82 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم إنجاز المنتخب الفلسطيني اعتبر انتصارا كونه تفوق في ترتيبه على المنتخب الإسرائيلي للمرة الأولى وكان الأخير تراجع 16 مركزا ليحتل المرتبة 98 بعدما وصل عام 2008 إلى المرتبة الخامسة عشر هذه الرسالة بليغة والدليل على ذلك أنه قوة بلاقتها عكست على ما تناقلته الصحف الإسرائيلي وما تناقلته وزيرة الشباب والرياضة الإسرائيلية أنه زي المصدومين غير متوقعين كيف أنه رغم الإمكانيات والمعيقات التي بفرض الاحتلال على الاتحاد الفلسطين في كرة القدم استطعنا أن نتغلب عليهم وتفوق عليهم إنجاز الفدائي جاء بعد ضمانه التأهل إلى نهائية كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد جولة خماسية من الانتصارات على المالديف وبوتان وعمان ليحقق علامة كاملة في مبارياته لم تحققها أي من المنتخبات الأخرى في تصفيات كأس آسيا الإنجاز كبير شاء من شاء وأبا من أبا يبقى المنتخب الفلسطيني هو المنتخب الآسيا والوحيد الذي حقق العلامة الكامل عندما وصل لبطولة آسيا المنتخب الفلسطيني هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في قارة آسيا لاعبون فدائي اعتبروا تقدم منتخبهم في تصنيف الفيفا حاصيلة جهد جماعي وإسرار على النجاح تحقق بالرغم من المعيقات الإسرائيلية التي تحاصرهم نحن تحت احتلال، تحت معاناة، تحت محاصرة ونقدر نثبت للعالم أننا شعب بقاوم شعب قادر أن ينجز على جميع الصعود فهذا أكيد مفخر على جميع أي فلسطيني وكانت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمت بالتقدم الفلسطيني وتراجع الإسرائيلي ولسيما أن الفلسطينيين يواصلون معركتهم في الفيفا ضد أندية المستوطنات في محاولة لإخراجها من الاتحاد الدولي تقدم الفدائي على المنتخب الإسرائيلي بنظر الفلسطينيين انتصار يرفع المعنويات ويعلي من اسم فلسطين على الأقل بين المنتخبات العالمية نسل سلمي رحم الله الميادين بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المحالي في آخرها التعادل السلبي مع تورينو في سانسيرو أقال ميل مدربه في تشينزو مونتيلة وعين جينارو جاتوزو بديلا مؤقتا لقيادة دفة الروسيناري إقالة مونتيلة جاءت بعد بداية متعثرة للفريق هذا الموسم في الدوري المحلي رغم صرف أموال طائلة في سوق الانتقالات الصيفية ميل تعرض هذا الموسم تحت قيادة مونتيلة للخسارة في ست مباريات إضافة إلى تعادلين فسقط إلى المركز السابع بفرق ثماني عشرة نقطة عن نابولي المتصدر الهدف غير المحتسب لليونال ميسي العنوان الأبرز لمباراة برشلونة وفالينسيا المنتهية بالتعادل بهدف لهدف في قمة الأسبوع الثالثة عشر ملا ليجا مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي اعترف بتأثر لاعبي البلاوغرانا بالحالة التحكيمية فالفيردي أثنى على شخصية الفريق على أردي مستايا بالرغم من عدم العودة بالنقاط الثلاث روبين أوريا مساعد مدرب فالينسيا أشهد بضغط لاعبه على الضيوف حتى الدقائق الأخيرة وتمنى لو استثمر زاز الفرصة الأخيرة عزز باريسان جورما صدرته لدوري الفرنسي بتسع نقاط أمام أقرب منافسيه بفوز خارج أرضه على البطل مناكو بهدفين لواحد احتفالية نادي العاصمة الفرنسية جاءت بطعم أوروغويني بعدما بات إدسون كفاني على بعد أربعة أهداف من رقم زلتان إبراهيموبيتش كفاني سجل هدفه السادس عشر هذا الموسم ويطمح للوصول إلى الهدف السادس والخمسين بعد المئة نجل المهاجم الهولندي المعتزل باتريك كويفرت يسير على خطى والده التهديفية ثلاثية جوستن في شباك رودا قادت آياكس إلى الفوز بخماسية مقابل هدف في المرحلة الثلاثة عشرة من الدوري الهولندي جوستن تفوق على والده حيث لم يسبق لباتريك أن أحرز هاتريك في الدوري الهولندي وبعد الفوز رفع آياكس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن أندهوفن المتصدر صراع عربي محتدم على خطف بطاقات تأهل إلى كأس العالم في كرة السلة في ظل نظام التصفيات الجديد أسيويا سقط لبنان المرة الأولى في مفاجأة غير متوقعة واتبعت الأردن مسيرتها بثبات وأفريقيا واصلت تونس مسلسل انتصاراتها فيما سقطت المغرب أمام مصر في مواجهة عربية خالصة تحت شعار هذا منزلي انطلقت تصفيات كأس العالمي في كرة السلة بنظام جديد يتيح للقارة الأسيوية فرصة التمثيل العالمي بسبعة منتخبات مقابل خمسة للقارة السمراء فرصة كبيرة للمنتخبات العربية للحضور بعدد مرتفع في العرس العالمي على غرار مونديال كرة القدم في سابقة تاريخية في حال استطاعت الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال التصفيات أسيويا نجحت الأردن في تحقيق فوزها الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة فوعد الانتصار على سوريا افتتاحا أسقط النشام ضيفهم لبنان بفارق أربع نقاط في مباراة صاخبة جماهريا وفنيا نجح خلالها أصحاب الأرض في التفوق بفضل تألق الأمريكي المجنس داركويفس تاكر الذي سجل 32 نقطة في المقابل يبدو أن كرة السلة اللبنانية ستغرق في دوامة مشاكل أعضاء اتحادها في ظل تصفية حسابات داخلية حيث سال حبر النقاط المحليين بسبب ما وصفوه بالإهمال في التعاطي مع المنتخب الوطني الأردن تفوقت على لبنان رغم الفارق الشاسع بين الدوري المحلي في البلدين حيث يعد الدوري اللبناني من بين الأفضل عربيا وأسيويا في ظل اعتماد نظام ثلاثة لعبين أجانب لكن هذا النظام أسقط مقولة أن الدورية القوية ينتجه منتخبا قويا وفي المجموعة نفسها استفقت سوريا من خسارتها أمام الأردن افتتاحا وعادت من الهند بفوز مهم قد يساعد نصور قاسيون على التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات في القارة السمراء حققت تونس فوزها الثالث على التوالي وتصدرت المجموعة الأولى بعد فوزها المثير على مضيفتها الكاميرون بفارق نقطة بطالة أفريقيا تنضي بثبات نحو التأهل إلى الدور الثاني وهي تبدو المنتخب العربي الأكثر جاهزية للتأهل إلى كأس العالم وفي المجموعة الثالثة خطفت مصر الوصافة بعد العودة من المغرب بفوز صعب بفارق أربع نقاط منتخب الفراعينة حقق فوزه الثاني مقابل خسارة وحيدة أمام أنجولا المتصدرة فيما تقبع المغرب في المركز الثالث بفوز يتيم وخسارتين المنتخبان العربيان مرشحان فوق العادة للتأهل معا إلى الدور الثاني لينضم إلى تونس في صراع عربي ثلاثي على البطاقات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال للمرة الأولى في 16 عاما فرنسا بطالة كاس ديفس في التنس بسيناريو هيتش كوكي أمام ضيفتها بلجيكا ملعب ليل كان مصرح المواجهتين الأخيرتين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فرنسا بانتصارين لواحد عدل ديفيد جوفان الأرقام بالفوز على جو وفرتسونجا بثلاث مرشموعات الحسم جاء في مباراة لوكاس بويل الذي رد بالنتيجة نفسها أمام ضيفه ستيف دارسس وفي جولة ختمية هاميشية فاز سائق مرسدس فالتيري بوتاس بسباق جائزة أبو ذبي للفورمولا وان آخر جولة بطولة العالم الفنلندي حقق فوزه الثالثة مع مرسدس بعد جولتين روسيا وأستراليا بوتاس حل ثالثا في الترتيب العام خلف زميل لويس هاملتون المتوج بلقب هذا العام ونجم فراري سيباسينفيتل بطال العالم أربع مرات نهاية نشرتنا الرياضية شكرا لكم على حسن المتابعة تحية رياضية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر